الشيء اللي لا مجال للشك فيه أنه تعليقاتكن واقتراحاتكن دائماً باخدها على محمل الجد والاقتراحات بيستنبط منها أفكار للفيديوهات اللي بدي أوم بتقديمها بسرعة الاستجابة بتعتمد على معايير وعوامل كتيرة من أهمها الوقت المتاح عندي لكن وقت اللي بشوف اقتراح بيلفت انتباهي فهذا الاقتراح يعني أكيد رح يكون فيه إله الأولوية القصوى والتعليق اللي إشاني الأسبوع الماضي عن إمكانية استخدام هايبرلاند على ديبيان النسخة المستقرة أو ديبيان 12 بدون ما نقوم بالتحديث لديبيان تستينج صراحة باستخدام ديستروباكس صراحة التعليق خلاني دور على هالفكرة مباشرة وبالتالي فاليوم رح نشوف كيف رح نستخدم ديستروباكس لحتى نقوم بتثبيت ما رح نسبت هايبرلاند لحتى ما تصير العملية متكررة بشكل دائم بس رح نسبت جنوم 45 أو أي ويندو مانيجر على توزيع تانية باستخدام ديستروباكس الطريقة ما أنا اللي قمت باختراعها وإنما أخدتها من داكومنتيشن ديستروباكس بحد ذاتها ولابد من التنويه أنه هاي الطريقة موجودة فعليا على الجيت هاب وببداية الصفحة مذكور أنه الطريقة إكسبرمينتل وبتقوم فيها على مسؤوليتك الشخصية وفيها بعض النقاط اللي أنا ما رح قوم بتغطيتها اليوم لأنه موضوع ديستروباكس يعني بيتطلب أنه نعمل سيريز كامل عنه عن كيفية استخدامه وبتوقع أنه في ناس بتعرف أكيد كيفية استخدامه أكتر مني فالديستروباكس باختصار هو عبارة عن كونتينرز لتوزيعات نحنا شفناه وقت اللي حكينا عن توزيعة بليند أو اس اللي بتستخدم الكونتينرز بشكل كبير فنفس الطريقة رح نستخدمها لحتى نثبت جنوم فهلأ أنا موجود على ديبيان 12 على ديبيان 12 واللي بيجي عليها جنوم بالنسخة 43 وبتاريخ إصدار هذا الفيديو آخر إصدار لكن نوم هو الإصدار 45 فلحتى نقوم بتثبيته بالبداية أكيد لازم أنه نثبت ديستروباكس إذا ما كنتم ثبته فلو إجينا للترمينال هلأ أنا مثبت الديستروباكس بس رح أرجع وثبته مرة تانية وبدي نوه أنه على ديبيان باعتبار أنه هي توزيعة ستيبل وليست رولينج فالإصدار الحالي بتاريخ دسجيل هذا الفيديو ليس هو الإصدار الأخير من ديستروباكس بس تشتغل بدون أي مشاكل وهي الجمالية باستخدام الديستروباكس بأنك رح تثبت الحزم من توزيعة أنستيبل أو رولينج على توزيعة ستيبل أو على توزيعة ميوتيبل فهذا الكلام معناه أنه نحن ما عدنا بحاجة لأنه نسأل عن شو هي التوزيعة اللي بكون عمالي استخدمها على نظام الهوست فلحتى نثبت الديستروباكس على ديبيان فبكل بساطة باعتبار أنه متواجد على مستودعات ديبيان الرسمية على الأقل الإصدار 12 فرح نقل له sudo apt install distrobox فمثل ما حكيت أنا already مثبت الديستروباكس هلأ لو رجعنا للدوكومنتيشن أو للبوست اللي موجود على موقع أو على صفحة ديستروباكس رح نشوف أنه هني فعلياً اللي كتب البوست مستخدم كإيميج أو كونتينر راح واستخدم الفيدورا row hide اللي هي الـ unstable release من فيدورا لأنا مثل ما حكيت بالمقدمة لحتى ما تكون العملية مجرد copy paste راح استخدم arch linux كإيميج هلأ بحالة gnome استخدام arch ما بتوقع أنه رح يكون الخيار الأفضل لأنه بالرغم من أنه arch linux هي rolling release بس بحالة gnome المنتينر لـ package gnome دائماً بيتأخر بإصدار الإصدار الأخير من gnome فدائماً بتاخد بحدود الشهر شهر ونصه أحياناً أكتر من تاريخ صدور الإصدار الأخير من gnome للوصول لمستودعات arch بس هلأ باعتبار أنه gnome 45 صار له فترة لا بأس فيها منتشر فحالياً موجود على مستودعات arch ولهذا السبب بدل ما أني استخدم في دورا row hide فرح استخدم arch linux فهلأ لحتى نقوم بتثبيت arch linux أو إنشاء كونتينر arch linux فرح نجي للترمينال ونقل له distrobox create أول شي رح نعطي لهذا الكنتينر رح نعطيه اسم وأنا رح أعمله بس مجرد arch فرح قل له arch وبعدين لازم أعطيه شو هي الإيميج أو الصورة اللي بده يستخدمها فرح نقل له dash dash image وبحالة arch linux رح ناخد الصورة من الدكر هلا اللي ما ذكرته أنه وقت اللي قمنا بتثبيت ديسترو باكس على ديبيان من المستودعات الرسمية هو قام وثبت البودمن البودمن يعني نفس فكرة الدكر وعلى ديسترو باكس أنت بإمكانك تستخدم الدكر وبإمكانك تستخدم البودمن أنا ما غيرت أي شيء بالإعدادات الديفولس ورح أمشي مع البودمن لأن هو اللي تم تثبيته فلحتى نشيء بصورة arch image رح نستخدم نقاطين latest لحتى تكون الإصدار الأخير رح نقل له أوكي ورح شوف أنه الصورة مالها موجودة بشكل لوكالي وإذا بدي قوم وإسحبها فرح نقل له yes ورح يقوم بتثبيت الإصدار الأخير من arch linux طبعا بحالة الكونتينرز لا ننسى أنه ما بيقوم بتثبيت نظام كامل وإنما المكونات الضرورية لحتى يشتغل النظام أو الباكيجز الأساسية هلأ بحالة الكريات هو لسه فعليا ما قام بالتثبيت بس عماله يسحب الصورة هلأ لحتى فعليا ابتدي واستخدم arch linux فرح نقل له distrobox وبعدين enter واسم الصورة اللي حددته بال-dash name اللي كان arch فهلأ ابتدى يثبت المكونات الأساسية للنظام طيب هلأ أنا حاليا صرت موجود ضمن الكونتينر وهذا الشي بشوفه من البرومت اللي عمله اللي قال لي أنه الhost اللي أنا موجود في arch على خلاف وقت اللي كنت موجود برا الكونتينر أو بالنظام الأساسي فالhost name هو كان الديبيان اللي هي التوزيحة اللي أنا موجود فيها طيب لحتى ثبت gnome على arch لو رجعنا الويكي الويكي arch فبويكي arch بيقول لي أنه لتثبيت gnome بيكفي فقط أني قوم وثبت الpackage أو الgroup اللي اسمها gnome أنا كمان رح ثبت الgroup اللي اسمها gnome-extra لحتى يكون في عندي تجربة متكاملة فرح نجي ونقل له sudo pacman هلأ رح استخدم pacman ما رح استخدم apt لإني صرت ضمن container arch فرح نقل له sudo pacman dash capital S gnome و gnome-extra طيب عملية التثبيت انتهت ضغطك لزر اللايك أكيد رح يساعدني بشكل كبير لحتى نخلي الفيديو ينتشر لعدد أكبر من المستخدمين ولو رجعنا للpost رح نشوف أنه في عندي عدد من الخطوات اللي لازم القيام فيها لحتى نخلي الcontainer يستخدم مكونات من الhost على سبيل المثال الخاصة بالdbus والsystem d فرح نجي وننسخ الأسطر اللي موجودة هون فأول شي رح نعمل عملية unmount للsystem وبعدين رح نجي ونشيل directory طيب هلأ شايف أنه عمله يطلع لي بعض الerrors أنه الفايل أو الdirectory غير موجود أو المount point غير موجودة ففي البوست بيقول أنه إذا ما كانت هالنقاط موجودة أو الdirectories موجودة ممكن نستخدم السودو ميك دير لحتى نقوم بإنشاءها بس بين تجربتي شفت أنه وقتاً رح نقوم بعملية اللينك أو الصوفت لينك فهو رح يقوم بإنشاء هاي المسارات فرح نشيل لسطر السوفت لينك ال-ln-s كمان رح ننسخ هاد السطر ورح نشيل للسطر الأخير الخاص بال-d-bus وكمان رح ننسخه هاي الخطوات الأربعة اللي قمنا فيها خاصة بالجنوم وبعضها مشابه للبلازما في حال كنت بدك تقوم بهاي الخطوة أو بهاي العملية على window manager ففي عنا توتوريال جميل جداً بنهاية نفس البوست اللي نحنا فيه اللي لو أجينا عليه رح نشوف أنه كيف نقوم بتثبيت أي window manager على ال-distro box فرح شوف أنه الخطوات يعني أسهل بكتير من تثبيت ال-distro environment بشكل كامل فبالإمكان فقط أني روح لهذا البوست اللي رح يكون كل الروابط رح تكون موجودة بسندوق الوصف فهو مستخدم كمثال ال-I3 بس إذا بدك تروح وتجرب ال-hyperland فبإمكانك تستخدم ال-hyperland أنا للسبب اللي ذكرته ببداية الفيديو ما رح سبتت ال-hyperland والسبب الثاني أني موجود ضمن ماكينة افتراضية وبعده ال-hyperland ما بيشتغل بشكل جيد مع الماكينة ال-إفتراضية إلا إذا كنت عامل GPU path through فبس بالإمكان أنك تستخدم أي window manager على ال-distro box فهلأ لو رجعنا لل-post الأساسي فرح شوف أنه الخطوات اللي ضلت عندي على ال-container ما عد في عندي أي شي فخلينا نطلع من ال-container باستخدام exit هلأ أنا رجعت للنظام الأساسي ال-debian ففي عندي خطوات في عندي خطوطين لازم أني قوم فيهم الخطوة الأولى مثل ما حكيت هي إصلاح صلاحيات ال-X11-UNIX فرح نقوم بإنشاء ملف اسمه fix-tmp رح يكون موجود بمسار etc profile فهلأ مع سودو رح نقل له سودو vim slash etc slash profile dot d slash fix underscore tmp tmp sh ضمن هذا الملف رح نحط المحتوى التالي فرح أنسخ هذا السطر اللي رح يغير صلاحيات أو الملكية الملف الملف X11-UNIX رح يغيرها للمستخدم اللي عمله يستخدم الواجهة الرسومية فرح نقله copy ورح نعمل عملية paste هاد الكلام لحتى نكون قادرين بعدها انه نقوم بانشاء ملف الديسكتوب اللي رح يظهر بواجهة الجي دي ام أو الديس بلي مانجر اللي عمالك تستخدمه سواء كان الجي دي ام أو الدي دي ام فهاد الملف اللي هو موجود بالقسم اللي بعده من البوست فرح ايشي وانسخ هاد المحتوى بالكامل هو بيقول انه هاد الملف لازم يكون بالمسار التالي user local share wavelength sessions هلا بحالة المسار ما كان موجود فعمل يقول اذا كان هاد المسار غير موجود فبالإمكان انه نستخدم المسار التاني اللي هو user share x sessions وهاد المسار فعليا موجود فرح نجي قبل ما انسخ هاد المحتوى لو لقيت نظره على هاد المحتوى رح شوف انه بسطر الاكزيك هو اول شي بده ياخد امر الديسترو بوكس فعمل يقول انه الديسترو بوكس موجود بالuser local bin هلا هاد الكلام ممكن يكون صحيح بالنسبة لتوزيعات وممكن يكون غلط لتوزيعات تانية فلحتى تأكد شو هو المسار اللي موجود في الديسترو بوكس رح استخدم comment الwhere is فرح نقول له where is ديسترو بوكس فرح شوف انه الديسترو بوكس موجود على user bin وليس user local bin فهلأ لو فتحت باستخدام سودو وقمت بانشاء الملف في الديستكتوب فرح نقول له sudo vim slash usr share x sessions ورح سمي gnome داش ديسترو بوكس دوت ديستكتوب بهذا الملف رح انسخ المحتوى بالكامل ورح نعمل عملية لسق بس في عندي بعض التغييرات اللي بدي اعملها فمتل ما حكيت بالنسبة لالإكزيك رح احذف slash local لأنه الديسترو بوكس موجود بمسار مختلف ورح نقوم ببعض التغييرات فبالنسبة للكونتينر اللي أمنا بإنشاؤه كان هو arch وليس في دورة فرح استخدم الاسم arch ورح نغير بعض الأشياء اللي حاليا صار يشتغل بشكل بدون أي مشاكل بس بالنسبة للنيم رح نقله gnome on arch فقط للتمييز بينه وبين gnome اللي بيشي من الهوست فهي الأشياء الوحيدة اللي رح نغيرها بهذا الملف رح احفظه واطلع منه والآن لو عملنا log out وجيت لل log in جيت للترس اللي موجود بأسفل الشاشة رح شوف أنه صار في عندي انتري جديد اسمه gnome on arch الآن لو دخلت عليه فرح لاحظ انه صرت على gnome بس شو هالجنوم اللي انا صرت فيه خلينا نتأكد فمن settings رح شوف بي about انه صار عمار يشوفه انه انا موجود على art ما عدت على debian بس نسخة الجنوم اللي تثبتت هي gnome 45 هاد بيعني انه الطريقة اشتغلت بشكل صح هلا لسه في عنا بعض الامور اللي لازم انه انحلها اللي ما رح قوم بتغطيتها بشكل كامل لاني لو فتحت الفايلز او الملفات متصفح الملفات واجيت ل about files رح شوف انه عماله يستخدم الفايلز او النوت من ديبيان اللي هي بعدها بنسخة 43 ولكن النوت 45 تم تثبيتها من arch فلحتى ادخلها فممكن باستخدام الترمينل اني ارجع وادخل مرة تانية ل الكنتينر فرح نقل له distrobox enter arch وبعدها ممكن اني افتح النوت او بالامكان اني اعمل اني اعمل عملية export لكل البرامج اللي بدي استخدمها من الكنتينر فبالنسبة لكيفية حل مشكلة البرامج اللي موجودة على الهوست او البرامج اللي موجودة بالكنتينر بحد ذاته لحتى نحلها فمتل ما اللي شايف بالpost نفسه في عندي المقال اللي بيقلي كيفية استخدام الابس سواء من الهوست او من الكنتينر هلا هذا الموضوع رح نتركه لفيديو مستقل نحكي فيه عن بشكل اكتر تعمق بس المختصر انه امكانية استخدام الاصدار الاخير من جنوم على ديبيان ممكنة بدون اني روح لنسخة التستينك وبأمان الله